الله عليه السلام من ضعات الآلم إلى ضعات الأمم لماذا تقدموا وتغيرهم؟ لماذا انتشروا وانتصروا وانحصونا وانكسرنا؟ هذه الأسئلة كلها تبقى أسئلة من ضعات الأمم في هذه الأيام هناك مجموعة من المحطات الدينية ومحطات التاريخية تاج هذه المحطات هي محطة الإسرائيل المعارض لابس المضيفة إليها تحديد الواجهة المهرانية من إسرائيل وذلك في تلك المعركة الرائلة في مسلمات معركة القربة معركة علماء لابس المضيفة إليها المعركة الغريبية السلطة من المحطة التاريخية من العصر الحالي في القومة الجزائية المستقلة وهي تأمين المحلوقات ورفع يد المستدمر الفرنسي عن ثروة هذه الأمة نربط من هذه المحطات أحباب الحبيب رسول الله أو نربط منها ونحاول أن نسقط الإسرائيل ونعراج على هذه المحطات أحباب الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس أن أركز بهذا المجلس هذا المجلس أحباب الحبيب رسول الله على نقطة الوطنية والإتمام والنقطة الوطنية والإتمام العديد من المصلي العديد من المسلمين حينما صر الألمة العريج على حدث تاريخي أو حدث وطني يصفون إمامهم بكل الأوصال نعروا الوطنية والإتمام في مساجد القومة إلى عام في ذكرى إسرائيل ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحاول أن نعرج على المسألة الأولى مسألة الانتماء والوطنية شباب الحبيب رسولي إذا سألت أي أحد من المصلي ما سأل من رسوله قبل الله سبحانه وتعالى قدنا نتقال الموجية في السماء فلنولي لك قبلة على مدى ربي أرضاه ترضاه هناك الإشارة لمن حيطها لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلنولي يدك قبلة ضداء يقول الفتر الغرزي ابن كتير وعبد الله بن عمى كل السادة سواء صحبة أو تابعين حينما يرسلون هذه الأيبد يرون لما آجر رسولنا صلى الله عليه وسلم من مكتين المعيحة زاد تعلمه بأرضه مش دياقه لأرضه صلى الله عليه وسلم سلامه عليه اشتقى رسول الله إلى مكة اشتقى إلى روحها اشتقى إلى جبالها إلى نظامها اشتقى رسول الله إلى أرضه فلما يجب عليه النين تظلم عليه الآن يرضى إلى النجوم يشوف النجوم التي تشير إلى مكة النجوم التي تشير البلد تام يرضى إليها وقلقه عامر بالحرقة والشوق والمحمدة لوطنه لبكته صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يحب الحديث ويحبه الغرر صلى الله عليه وسلم فينزل عليه جبريل فماذا يقول له إن الله سبحانه وتعالى ونرى عليه الآيات بينا قد نرى تخل بوجهك بالسماء فلنولينا كقبلة ترضاه احباب الحبيب الرسول إذا كانوا القبلة من آدم عليه السلام إلى سيدنا عيسى بن المريم كلهم يصلون صنواتهم ويعبدون ربهم بتوجههم إلى بيته المقدس فحولت الكعبات أو فحولت القبلة من بيت المقدس قبلة العنبياء إلى الكعبة المشرفة في سدها عزادة كينو مكشيبة إراءاً لرسول الله إكراماً لرسول الله فإذا سئلنا عن أب الوطنية وأب الانتمائي وأول رجل أحب وطنه وتعشر وطنه فيقول مثلنا بالانتمائي الوطنية ما رأوا للمين ولا الصالين وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله علموا في انتمائي وعلموا في المحبة وعلموا في الوطنية من هذا النشيء استحبام الحديد يا رسول الله أنا ما نبيل الصغار والكبار حينما تسألون في المطائل في المدارس في الأسواق في الضرقات من الذي علمكم أن تتعشر الله وعلمكم من الذي علمكم أن تحيبوا بدانكم من الذي علمكم أن تحدثوا بانتمائكم لأرض مباركة للجسد قولوا علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المساء اللي لبدأنا عني جعلنا بمجالس كريمة أحباب الحديد رسول الله لماذا الشباب شبابنا يتركوا وطنهم ويموح ويموح ويموحنا الحديد رسول الله في زوائد الموت في البطيئة بتعموت على لأنهم لم تصل لم تصلهم في أفكارهم أو في عقولهم بأن الإنتماع ومحبة الوطن عقيدة ودين وإسلام سنة حينما هذ الأبناء هذ ما راح نغصوا الأفكار من تاحهم ومحبونا من تاحهم بأننا حمدوا وطن عبادهم بأن حمدوا وطن عبادهم بأن الاعتراف بالإنتماع للموت عبادة ودين وعقيدة وشرف وصنة هذ هذ الناشئة استحالة تمن فيه في يوم الأيام يبدون جهزية تاح استحالة في يوم الأيام يبيعوا البلد تاح استحالة في يوم الأيام يبيعوا الوطن واللي يخربوا الوطن تاح أما لحباب الحبيب رسول الله كارثة أمة كارثة أمة محاولة وصلها بين الدين والدنيا حاولنا أن نفسنا بين الدين والدنيا فلن نعيش دنيانا كما أحببنا ولن نعيش دينا كما أحبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المركز على الأتي المفضة عرمت الوطنية عرمت الوطنية عرمت الانتماء حباب الحبيب رسول الله الذي لا محبة لوطنه الذي لا 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 عبيدة له الإمام بالسنة في عقله هذا الإمام يبقى شواء نداعو ويقول لك أنا متبسيكم بالسنة وأنا متبسيكم بالدين وأنا مصنع نقول لك بأن السرطة سيدنبي والسرط سيدنبي والإسلام اللي جاء به سيدنبي يعلمنا كيف نحبه بارنا كيف نتعشى الله وقالنا وكيف نقوم على حدمة الله وحدمة الله ليست شعارات ليست كلمات وإنما عمل حباب الحبيب رسول الله عمل كل منا في مجاله كل منا في تخصصه كل منا فيما اختار الله له إن كنت طبيباً فحدمة قول المرضى محبة لوطنه إن كنت إمامك فتنوية العظون وتنوية القلوم محبة لوطنه إن كنت مستامل فتنوية أبنان المسلمين وعقوله محبة لوطنه أو لوطنه أحباب العقيم رسول الله فنجعل في ذكر إسرائيل ومعراجه صلاة ربي وسلامه عليه محبة مراجعة نحاول أن ننظر كيف كان وكيف نحن ولماذا تقدموا ولماذا تأخروا ولماذا انتصروا ولماذا انتصروا ولماذا انتصرنا أحباب العقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستمر الله سبحانه 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 وتعالى لأننا قلوبنا محبة لغطانها وأن يؤثق للمحاضرين والسامعين لحكمة جزائر إبتداء والحكمة الإسلامية وحكمة الإسلامية انتها